دعوني أجد كم سيستغرق هذا الجسم بالتحليق بيعطائك المركبة العمودية ومقدار المركبة العمودية حيث أن المركبة العمودية تساوي S sin θ أي S مضروبة في جيب الزاوية θ أي أن السرعة في الاتجاه العمودي تساوي S sin θ كم هو زمن التحليق؟ وسوف أخبرك أن شيئا ما سوف يتحرك بسرعة 10 متر لكل ثانية للأعلى والتسارع بتأثير الجاذبية الأرضية سوف يكون 10 متر لكل ثانية تربيع إذن 10 متر لكل مربع ثانية إذن كل ثانية سوف يتباطأ للأسفل بمقدار 10 متر لكل ثانية كامل فترة زمنية حتى يتباطأ ليصل الصفر دعني أكتب ذلك جسمية حركة الأعلى بسرعة 10 متر لكل ثانية ولنقول أن الجاذبية تبطئ الحركة الجاذبية تبطئ حركة هذا الجسم إذن الجاذبية تبطئ الحركة بمقدار 10 متر لكل ثانية تربيع إذن الجاذبية تبطئ الحركة بمقدار 10 متر لكل ثانية تربيع إذن كل ثانية تمر سوف تبطئ الحركة بمقدار 10 متر لكل ثانية تربيع حسنا سوف يكون من ثانية واحدة بالطبط ليذهب من 10 متر لكل ثانية إلى 0 متر لكل ثانية فسيكون معلقة في الهواء على ارتفاع معين وسوف يبدأ بالتسارع إذن ذلك سوف يبدأ بالتسارع وسوف يأخذ ثانية واحدة ليذهب إلى الصفر مع امتلاكه سرعة تساوي صفر ليملك سرعة مقداره 10 متر لكل ثانية مرة أخرى إذن في هذه الحالة سوف نأخذ الزمان في الهواء الزمن التحليق سوف أسميه TA سوف يساوي 10 متر لكل ثانية إذن 10 متر لكل ثانية مقسوم على التسارع مقسوم على التسارع وهو 10 متر لكل ثانية تربيع إذن 10 متر لكل ثانية لكل ثانية ضرب 2 إذن هذه الفترة الزمنية لنقل من 10 متر لكل ثانية من 10 متر لكل ثانية إلى الصفر وسوف نأخذ نفس الفترة الزمنية بالضبط لنعود مرة أخرى إلى سطح الأرض إذن ضرب 2 ضرب 2 إذن الجسم تحرك للأعلى بسرعة 20 متر لكل ثانية والجاذبية توطي الحركة بعشر متر لكل ثانية إذن فإنه سوف يأخذ ثانيتين إذن هذا يساوي ثانيتين إذا كانت هذه عشرون إذن فإنها سوف تأخذ ثانيتين لتصبح بطيئة إلى الصفر إذن حتى ترتد إلى الأرض مرة أخرى في حين تكتسب سرعة عندما تقترب من الأرض وهكذا بغض النظر عن ما هي سرعة الابتدائية في الاتجاه العمودي ومدة البقاء في الجو فإن الزمن سوف يكون مساوياً لسرعة الابتدائية في الاتجاه العمودي مقسوم على التسارع الجاذبية الأرضية وهذه هي الفترة الزمنية إذن سوف تأخذ من هذه النقطة إلى تلك النقطة وسيكون لديها سرعة ابتدائية في الاتجاه العمودي ثم تصبح بطيئة إلى الصفر وسوف تأخذ نفس الفترة الزمنية لتعود بتأثير الجاذبية إلى السرعة الابتدائية ولنفرض عدم وجود مقاومة هواء لذلك هذه مسألة مجرد بحتة إذن هذا الزمن للأعلى والزمن للأسفل سوف يكون نفس الشيء إذن نستطيع درب ذلك في اثنان الآن نحن نعلم المركبة العمودية لهذه المسألة إنها تساوي سين ثيتا أي جيب زاوية ثيتا ويمكن نتعويض بالعودة إلى هناك ونحن نحرف كم من الوقت سوف تبقى في الهواء أي زمن التحليق الزمن التحليق سوف يكون مقدار السرعة سوف يكون مقدار السرعة إذن اثنان درب السرعة الضرب سين ثيتا أي إثنان درب السرعة درب جيب الزاوية ثيتا وسوف أجعله أكثر بضوحا هذه الاثنان في اليمين هنا نفس الاثنان هناك كل ذلك كل ذلك مقسوم على تسارع الجاذبية الآن إذا كنت تقول لي أريد إطلاق النار في الهواء بسرعة بسرعة لا أعرف بسرعة 100 متر لكل ثانية إذن هذه 100 متر لكل ثانية وإذا كانت ثيتا لا أعرف لا أعرف دعني أقول ثيتا تساوي 30 درجة إذن جيب ثيتا يساوي نصف إذن 100 متر لكل ثانية ضرب نصف مقسوم على التسارع تسارع الجاذبية الأرضية ضرب اثنان وبالتالي سوف تحصل على زمن التحليق زمن اللازم للسعود إلى أعلى وتصل السكون ثم تعود مرة أخرى إلى سطح الأرض تقول صغة ال appears للا تحصل قد ثانية تسمي لط réום ما 데�الت إذنه